حرفيا من اخطر الوصفات اللي بتظهر لي وهي الوصفة اللي قدامكم دي ولما بحثت عنها اكتشفت انها باختصار عبارة عن وصفة نوجة لكن بيعملها بالمرشميلو اول خطوة هنقول بسم الله ومبدئيا كده ممكن تستخدم نص المقادير وعلى نارمون خافضة هنضيف 100 جرام زبدة وبعد ما نسح معنا الزبدة هنضيف عليها حوالي 300 جرام من المرشميلو وهنقلب لحد ما يسحي المرشميلو وبعد ما يسحي المرشميلو بالشكل ده هنضيف عليه كوبا وربع حليب بودرة لكن هنضيفه تدريجيا مع التقليب وبعد ما نضيف الحليب البودرة تتحول معنا القوام شبه العجينة بالشكل ده دلوقت هنضيف عليها حوالي 100 جرام مكسرات وهنضيف عليها فواكه مجففة اي نوع حسب الرغبة وهنقلب كويس وبعد التقليب هنضيف عليها حوالي 100 جرام بسكويت اي نوع حسب الرغبة وبعد ما نقلب كويس وتتحول معنا القوام متماسك بالشكل ده دلوقت هنرفعها من على النار وهنجيب صنية ونحط فيها وراءة زبدة وهنبدأ دلوقت ننزل عجينة بتاعتنا وهنبدأ نفردها بالشكل ده وبعد ما تبرد معينا دلوقت هندخلها التلاجة حوالي ساعة أو ساعتين ونرجع لكم تاني وهو ده كده الشكل النهائي بعد التقطيع وبص بسم الله ما شاء الله عملت معنا كمية قد ايه الكمية كتيرة وشكلها حلو قوي